اشتركوا في القناة بالاضافة الى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك المشروبات الكحولية بعد استفاء كافة الاجراءات القانونية تم ورع خطة امنية للتدخل حيث تم مداهمة حوش لاكاف ببلدية موزايا اصفرت العملية عن توقيف ستة اشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق العدلية بجنحة الانخراط في عصابات الاحياء حيازة مؤثرات عقلية جنحة حيازة اسلحة بيضاء من الصنف السادس بيع مشروبات كحولية مع حجز ستة اسلحة بيضاء من مختلف الاحجام سيوخ وخناجر كمية من الكيف المعالج 287 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ميلاغرام بندقية صيد غوزي 24 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع قارورة رذاب موسيل الدموع بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر ب76 مليون سنتيم من عائدات الترويج سيتم تقديم المشتبه فيهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون زيرتيب اول قناة الكترونية في الجزائر